بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم حلقتنا النهاردة مهمة جدا وحنتكلم فيها عن استهلاك الوقود مع تشغيل المكيف وإزاي أن أنا أوفر في الوقود مع المكيف لأن الأسئلة كتيرة جدا جات للقناة بخصوص الاستهلاك العالي مع تشغيل التكييف هنروح مع بعض نشوف الموضوع ده بالتفصيل وإزاي أن أنا بكل سهولة أقدر أوفر في حدود 25% أو أكتر من 30% من الوقود نظرا لاستخدام المكيف ونروح مع بعض نشوف كل شيء في حلقتنا بالتفصيل نيجي لحاجة مهمة جدا درسناها كلنا في المدرسة وهي قانون بقاء الطاقة بيقول أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم مش معنى كده أن الطاقة خالدة ما بتموتش لا معناه أن الطاقة بتتحول من صورة لأخرى نيجي للسيارة واللي يهمنا فيها الوقود السيارة مصدر الوقود الأساسي أو مصدر الطاقة في السيارة هو الوقود يعني بعب بوقود السيارة بتمشي وتتحرك والتكيف يشتغل وكل شيء يبع على ما يرام حنيجي للوقود بيتحول لإيه في السيارة أو في المركبة؟ بيتحول لحركة في المدخة عشان يبرد الميا أو يبرد المحرك بيتحول لحرارة في جسم المحرك بيتحول لعدد لفات بتروح للكمبروسر عشان يتم ضغط الفريون عشان تشعر بالبرودة أو تتم عملية التبريد بيتحول إلى إنارة لما حضرتك بتشغل الكشفات بيتحول الوقود عن طريق التغير أو التحول في الطاقة بيتحول إلى إضاءة بعدما الدينمو بيبدأ يشحن البطارية يبقى إذن حتى كمان شحن البطارية هو ناتج من دوران الدينمو أو حركة الدينمو اللي السبب فيها إيه؟ الوقود يبقى إذن الوقود هو مصدر الطاقة الرئيسي اللي بيتحول إلى صور متعددة في السيارة يعني إذن التكييف لابد عشان يشتغل هيستهلك طاقة هياخد الطاقة اللي هي الاحتراء اللي تم في المحرك ويحولها لطاقة حركية الطاقة الحركية تدى تجبس أو تضغط الفريون مهمة جدا الملحوظة دي طب أنا إيه اللي بيخلي عندي الفريون أو الغاز عشان ينضغط يعد فترة طويلة في حاجات مهمة ومحاذير مهمة جدا اللي بدي ناخد بالنا منها أول شيء لما باجأ شغل المكيف لابد إن أنا ما خليشي الثرمستات على المكسيمم أو على أقصى درجة تبريد إيه اللي بيحصل لما بقلل الثرمستات أو المفتاح بتاع خفض درجة حرارة التكييف للآخر إيه اللي بيحصل إن الكمبروسور بياخد وقت طويل عبل ما بيشعر بدرجة الحرارة لإن الثرمستات بيبقى على آخر تكة أو على آخر درجة حرارة الحاجة التانية الربارات أو الكويتشات بتاعت الأبواب مهم جدا إن أنت تشيك عليها لما بتبقى فيها تسريب أو فيها خلل أو فيه هوا متسرب من الهوا البارد اللي خارج من الكمبروسور أو من التلاجة إيه اللي بيحصل بيشتغل الكمبروسور أيضا لفترة طويلة تختبر وتشوف الأبواب الزجاجية هل بتقفل للآخر ولا لا ولا المطاط أو الربار الخاص بيها في مشكلة أو تسريب ده برضو هيؤدي إلى استهلاك الكمبروسور للوقود يبقى هيزود معايا في استهلاك الوقود الحاجة الرابعة والمهمة جدا إن أنا أنضف التلاجة بتاعت التكييف الداخلية اللي موجودة في السيارة لأن بيبقى عليها ثيرمستات بيشعر الثيرمستات ده بدرجة الحرارة لو فيها أتربة أو عوالق درجة الحرارة للتوصل للثيرمستات بتبقى غير دقيقة فبيفضل الكمبروسور شغال لفترة طويلة وده برضو بيؤثر أو بيؤدي إلى استهلاك الوقود الحاجة الخامسة والمهمة جدا الفلتر بتاع التكييف لما بغير الفلتر في مواعيده وبحافظ على الفلتر يكون نظيف ومش مزدود إيه اللي بيحصل كمية الهوى اللي بتعبر خلال الفلتر بتبقى كبيرة فبتوصل للتلاجة فبيبقى فيه تبادل حراري بنسبة كبيرة فالثيرمستات بيشعر بانخفاض درجة الحرارة فبيودي الإشارة الخاصة بيه للكمبروسور عن طريق الكمبيوتر عشان يقوله وقف درجة الحرارة بقت مضبوطة وبقت كويسة في السيارة فيؤدي أيضا إلى توفير الوقود وده المهم واللي احنا محتاجينه في السيارة ويا رب حضراتكم تكونوا استفادتم وكل عام وأنتم بخير